هنعمل ليه مع أستراليا والأرجنتين وأسبانيا أو أسبانيا الأول والأول هنهدى ونقول يا رب نعم هنهدى ونقول يا رب ما طبيعي بنقول يا رب أنا بتكلم كورة برضو هنقول يا ربي ربنا يوفقنا ونبقى في حالتنا النهار بس كده بس لا يعني طريقة اللعب معرفش انت قاس تيوصل ليه خلينا بس ما نحبطش اللعيب لأن الحاجات دي بتروح لهم هناك بيتفرجوا عليها فاحنا بنقول ربنا يكرمنا ونرجع بمداليا أيا كان بقى دهبية فضية برونزية تقول لي التشكيل الأنسب للمنتخب يعني انت لو ما كانش هو غريب هتلعب بمين في ظل القايمة دي ما أنا معرفش مين اللي مصاب قدامك القايمة أيوة ما أنا ما أنا أقول مثلا عبر حمال لدي قدامك دول الأربعة لعيبة بتاع الأحي مين اللي أربعة لعيبة يعني هم كتبين لهم لك كمان فين يا عمال على يمينك اهي اهي دي ده ده المنتخب الأقر قائم المنتخب لهم طيب فين اللي أربعة لعيبة بتاعتي لها طيب محمد طاهر صلاح محصن اختر لي فرقة هتبدأ بيالوليمبياد بالناس اللي راحة دي أيوة الشناوي ميش ووسامة جلال الشناوي ووسامة جلال اه الوينش حجازي هلعب بتلاتة مساكين ووسامة جلال ميش فاتحالة ناحية الليفت فاتحالة فاتوح فاتوح فاتحالة فاتحالة ده بيضار في البيرامد ميش وعندك في الوسط اكرم توفيق ميش امام عشور لا عمار حمدي ناصر الكريم عراقي ايوة عمار حمدي وامام عشور امام عشور اه وعمار اه ميش ما خلي بالك انت في التلاتة اللي هم الماستكين دولة اتطلع كريم العراقي يبقى Group في نحية الرايت مش باك ريت اللي هيميل مكانه هيبقى السامة جلال انت اي اللي التلاتة وراه الساكين الوينش 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 ناحية الليفت بيغطي على فاتح حل وناحية الرايت اه اسامة جلال بيغطي على العراقي اعراقي او كريم او عمار حمدي خليها كريم خليها كريم ماشي وفستهم أكرم أكرم وإنما معشور لا ولا أنت بتكلم مع الديفندر على الديفندرات ماشي ما فيش ديفندرات بقى أنت هتلعب الديفندر واحد أكرم وجنبه جنبه الفتوح فتوح وكريم والكريم الأرائي ماشي قدامهم ناصر ماهر احنا مش قلنا عمر انت قلت كريم أو عمار كريم أرائي أو عمار خليه عمار عشان عنده سرعة الارددات أكتر وأسرع ماشي يبقى كده كام الوينش وحجازي وقسامة جلال أيوة عشان بس ما نغلطش عشان الناس أعدلك على الواحدة هجازي هيلعب كليبرو وراء الوينش وراء أسامة جلال وقدام ناحية اليمين عمار أكرم وعندك فتوح صح كده عندك رمضان صبحي ناحية الليفت وعندك إمام عشور وعبد الرحمن مجدي ده لو سليم طبعا وعبد الرحمن مجدي وقدام أحمد آس الريال لا إنت كده فيه لعيب زيها ده كده وثلاثة ثلاثة ستة ثلاثة تسعة واحد عشر وشلناه إنت مش حاسب ولا وشلناه واحد عشر تاني كده الوينش وحجازي أسامة ثلاثة مساكين ثلاثة في نص الملعب إنت أكيد حطيت كريم العرائي لا لا أمر شلط أمر طيب قدي ثلاثة وعندك الوينش أربعة عندك قصدي شلناه أربعة فتوح وأكرم وعمار سبعة آه يبقى كده فيه واحد زيادة لو إنت عايز تلعب واحد زيادة ماشي ياريت ما أنا بقولك المشكلة بقى يمسك بقى على السوشال ميديا يقولك بقى اللغبات لا مش لغبات ثلاثة وثلاثة ستة تراجل بتحط الفرق أنت ريس كما صح كده يا ابني كابتن دول عيب زيادة بتعملي إزاي ساعة ما طلعت مع أخي الغندور أنا مركز معك طيب فين بقى اللغب الزيادة تاني آه الوينش وحجازي أسامة هدي ثلاثة فتوح وأكرم وعمار تادي ست لأ ما قلتش نص الماهر والله يقولت ناصر لأ أنا قلت مكانه إمام عشور لما جيت بقى بقى حط لإني إمام عشور في الملعب آه ماشي أنا ما قلتش ناصر ماهر خالص أهو ماشي هتقولي الورقة بس عشان الناس ما تتنفضنيش أنا هتقولي بس هو اللي حط ناصر ماهر أنت اللي لقيت ناصر ماهر لأ في الأول الفيديو موجود يابا ماشي في الأول بس بعد كده لما جيت أحطي التشكيل خلاص حطيت مكانه إمام عشور لإني رجليه في الملعب حلو وغدالك بس يعني برضو حتي تباكت بالك دي يعني رمضان وعبد الرحمن مجدي وإمام عشور آه دول اللي تحت تحت بالزبط كده أنت بقى حطيت أنت عندك ناصر ماهر بتقولي عنك لا أنت اللي حط لا أنا في الأول لما أنا بقولك بس لما رجعت بسرعة وإمام عشور هو ولا ناصر ماهر لا هو رجليه في الملعب أكتر من ناصر ماهر إذا كنت بقى بتدور على الجاهزية بقى لكن كريم عراقي ما تبدأش بيه ممكن أبدأ بيه لو أنت هتستغنى عن عبر رحمن مجدي لو مصاب تطلع عمار هو اللي لعب نحية الراية وتحط ورا كريم العرائي لو عبر رحمن مجدي مصاب يعني لو عبد الرحمن مصاب يبقى على طول هو كما يوجد التمرين المبارح أنا شايف فيها خلي بالك برضو فترة كبيرة قوي فلو هياخد مش هياخد من أول ماتش أكيد هيلمس ده التشكيل اللي اختار الكابت الرضا عبد العال للمنتخب الأولمبي يعني أو توقعاته أو ترشيحاته لا دي أفضل طريقة يلعب بيها لأنه راح يدافع هو بيديق المساحات كلها وبيقرب المساحات من بعدها عشان ما يبقاش فيه صغرات ولا فجوات إن الفرقة سواء أسبانيا أو أي تاني اللي هتلاعب بالأرجنتين لأن دولة عندهم سرعات وعندهم التحول وعندهم مهارة لا وعندهم التحول من الدفاع للهجوم بأسرع ما يمكن إحنا لسه ما صلناش للكلام ده فأسرع ما يبقاش فيه صغراته